اشتركوا في القناة الكتاب المدرسي إذن الذي بين أيديكم جملة الأولى إذن هي سمراء حزينة وإذن كما تلاحظون إذن هذه الجملة إذن هي جملة اسمية تتكون مبتدى وخبر وكلهما مفردة مفردة واحدة يعني كلمة واحدة هذه جملة غير مسبوقة بناسخ نمر إلى الجملة الثانية وهي جملة مسبوقة بناسخ كانت الإيماء حول سيدتيهن إذن ناسخ فعلي واسمه وخبره والخبره مركب إضافي إن في نفس سمراء سر دفينا إذن إن كما نرى ناسخ حرفي وفي نفس سمراء خبر متقد مركب الجر وسر دفينا اسم الناسخ مركب نعتي هذه الجمل الثلاث إذن هي جمل بسيطة لأنها تشتمل على نواة إسندية واحدة كل جملة منها تشتمل على نواة إسندية واحدة بالنسبة إذن للقاعدة هنا يرد الخبر أو خبر الناسخ على أشكال النحوية المختلفة في الجملة الإسمية البسيطة يرد مفردة كلمة واحدة يعني ويرد مركبا اسميا سواء كان مركب عطفي أو مركب نعتي أو مركب إضافي أو مركب بدلي أو مركب توكيدي ويرد مركبا إذن حرفيا يعني مركبا بالمركب الجر الجملة الموالية إذن هي تمسح دمعها والصمت عبؤه ثقيل إذن هذه الجملة إذن اسمية كما نرى تبدأ بمبتداء والخبر كما نرى إذن يتكون من فعل وفاعل ومفعول به يعني الخبر مركب إسنادي فعلي فهذه جملة إذن تجتملها على نواة إسنادية أولى أساسية تتكون المبتداء والخبر وإذن داخل الخبر نجد نواة إسنادية أخرى وهي تمسح طبعا هي دمعها هذه نواة إسنادية فعلية فهذه إذن جملة إسمية مركبة نفس الشيء إذن الجملة المقابلة لها هي جملة إسمية مركبة بطبيعة الحال الصمت مبتدى عبءه ثقيل خبر والخبر هنا كما نرى يتكون مبتدى وخبر فإذن الخبر هنا ومركب إسنادي إسمي هذا إذن خبر مركب إسنادي فعلي وهذا خبر مركب إسنادي إسمي فالقاعدة هنا هي يرد الخبر في الجملة الإسمية المركبة مركبا إسناديا فعليا أو إسميا هذه إذن الإمكانية الأولى إذن نواصل مع بقية الجمل إذن هي التي تعرف أو هي التي عرفت بدماثة أخلاقها هي مبتدى هي مبتدى التي عرفت بدماثة أخلاقها إذن هذا إسم موصول وهذا خبر والخبر إذن هو عبارة عن مركب موصول إسمي إذن صلت الموصول هنا كما نرى مركب إسنادي فعلي الوفاء أن يسندك الصديق في المصاب الوفاء مبتداء حرف موصول وإذن يسندك الصديق في المصاب خبر مركب موصولي حرفي وصيلة الموصول كما نرى دائما مركب إسنادي فعلي إذن نقول في القاعدة إذن يرد الخبر في الجملة الإسمية المركبة مركبا موصوليا حرفيا أو إسميا إذن كما نرى هنا مركبا موصوليا إسميا وهنا مركب موصولي حرفي هذا بالنسبة للقاعدة كان فرعون من يحكم مصر في الزمن الغابر كان إذن ناسخ فعلي وفرعون اسمه ومن يحكم مصر في الزمن الغابر إذن خابر ناسخي مركب موصولي إسمي كما نرى ثم لعلك من يدرك السبب الحقيقي للفشل إذن لعلك ناسخ كما نرى حرفي والكيف اسمه وهو الضمير من يدرك السبب الحقيقي للفشل خابره مركب موصولي إسمي القاعدة الآن إذن التي سنذكرها هي يريد إذن خبر ناسخي في الجملة الإسمية المركبة مركبا إسناديا فرعيا أو مركبا موصوليا حرفيا أو إسميا يريد خبر ناسخي في الجملة الإسمية إذن مركبة مركبا إسناديا فرعيا طبعا مركب إسناديا فرعيا من يكون فعلي أو إسمي أو مركبا موصوليا حرفيا أو اسميا نمر الآن للتطبيقات استخرج مركبات الإسندية والمركبات الموصولية الواقعة خبرا أو خبر ناسخ وحدد أشكالها النحوية انطلاقا من الجمل الآتية لدينا جمل أخوك من صدقك أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبه هذه بيت أو جزء من بيت لأبي الطيب المتنبي إن خير الأصحاب من دلك على الخير إن الكياسة أن تحسن التعامل مع المواقف الصديق من تجده عند الضيق إن الواجب أن يأكل الضيوف أولا وخير المالي النافع الخريف أمطاره كثيرة والكسب الحلال ما كان مصدره معلوم مع العلم أن هذه الجمل كلها مستقات من كتاب اللغة الخاص بثامنة أساسي إذن هنا لدينا الجدول هذا الجدول إذن وضعنا فيه المسطرات المسطر إذن الأول من صدقك وهو خبر كما نرى وشكله النحوي مركب موصولي اسمي نوع الصيلة فيه مركب إسنادي فعلي الذي نظر الأعمى إلى أدبه خبر كذلك مركب موصولي اسمي ونوع الصيلة مركب إسنادي فعلي من دلك على الخير إذن خبر كذلك مركب موصولي اسمي ونوع الصيلة مركب إسنادي فعلي أن تحسن التعامل مع المواقف خبر ناسخ مركب موصولي حرفي مركب وإذن نوع الصيلة مركب استنادي فعلي من تجده عند الضيق خبر مركب موصولي إسمي وإذن نوع الصيلة مركب إذن نعيد إذن أن تحسن تعامل إذن مع المواقف خبر ناسخ مركب موصولي إذن حرفي وبالنسبة لنوع الصيلة مركب استنادي فعلي من تجده عند الضيق خبر إذن مركب موصولي إسمي وإذن نوع الصيلة مركب إسنادي فعلي أن يأكل الضيوف أولاً إذن خبر ناسخ إذن مركب موصول حرفي وإذن نوع الصيلة مركب إسنادي إذن فعلي النافع خبر مفرداء وأمطاره غزيرة إذن خبر مركب إسنادي إذن اسمي ما كان مصدره معلوم خبر مركب إذن موصول حرفي وإذن بالنسبة لنا نوع الصيلة مركب إسنادي إسمي نواصل إذن مع التطبيقات دائماً وأبداً والتطبيق الثاني إذن هو عوض العنصر إذن عوض العنصر المسطر بمركب إسنادي أو بمركب موصولي يعني سنقوم بهذا العمل يعني هما تمرنان يعني أقحمناهما يعني معاً يعني أننا سنعوض العنصر المسطر إما بمركب إسنادي إذا كان يعني مركباً موصولياً وإذن نعوض بمركب موصولي إذا كان يعني نشتم مركب إسنادي إذن عوض العنصر المسطر بمركب إسنادي أو بمركب موصولي الإيماء محيطات إذن بسيدتهن الإيماء يحطن بسيدتهن هو المطلق زوجته لإسرافها معيد إذن ربما السؤال لم تفهموا جيداً عوض العنصر المسطر حنصر المسطر بالأخضر هذه إذن ستجدونها مسطر بالأخضر إذن سنعوضها إما بمركب إسنادي فعلي أو إسمي أو بمركب موصولي هذا هو المطلوب إذن هو المطلق زوجته لإسرافها هو الذي طلق زوجته لإسرافها الصمت ثقيل عبؤه الصمت عبؤه ثقيل إنا نحب الورد إنا محبون للورد خير مالك النافع خير مالك ما نفعك إن خير الأصحاب الدال على الخير إن خير الأصحاب من يدل على الخير وإذن التمرين الموالي إذن هو إذن تحليل جمل إذن سنحلل هذه الجمل معاً إذن حلل الجمل التالية باعتمادي شكل الصندوق الإيماء إذن مبتدى الإيماء جميعهن مبتدى مركب توكيدي يبكينا خبر مركب إسنادي فعلي يبكينا بكاء يبكي جملة إسمية مركبة هذه جملة إسمية مركبة ثم البحر رماله ذهبية البحر إذن مبتدى مفرد رماله ذهبية إذن خبر مركب إسنادي إسمي ننظر هنا هذا إذن مسند إليه وهذا مسند والمسند إليه كما نرى رماله إذن مركب إضافي المسند إليه هنا أو المبتدى مركب إضافي إذن مبتدى مفرد كما قلنا وإذن رماله ذهبية خبر مركب إسنادي إسمي وهذه جملة إسمية إذن مركبة ننظر إلى الجملة الموالية خير المالي ما نفع صاحبه إذن خير المالي مبتدى مركب إضافي ما نفع صاحبه خبر مركب مرسول حرفي هذه جملة إسمية مركبة كذلك كانت سمراء تدير مغزلها إذن كانت ناسخ فعلي وسمراء اسمه جاءت مفردة إذن كلمة واحدة وتدير مغزلها خبره يعني خبر الناسخ وقد جاء مركب سنادي فعلي إذن تدير هي مغزلها تدير إذن فعل وهي إذن هنا فعل إذن مقدر ومغزلها مفعول به إذن خبره مركب سنادي فعلي والجملة إذن اسمية مركبة هذا بالنسبة لدرس المتعلق إذن بأنشتم الخبر أو خبر الناسخ مركبا سناديا أو مركبا مرسوليا إلى اللقاء في دفس الله إن شاء الله السلام عليكم